إلى القرم المحتل جنوب أوكرانيا حيث تشهد شبه الجزيرة حملة اعتقالات جديدة من قبل السلطات الاحتلال الروسي تطال تتار القرم الرافضين للاحتلال منزل المواطن التتاري مارلين مصطفايف تعرض لمداهمة من قبل القوات الروسية واعتقل إضافة إلى عشرة آخرين من التتار الذين احتجوا على هذه العملية غير القانونية في مدينة سينفروبول محامي مصطفايف يؤكد أن أسباب الاعتقال غير معروفة ورجح عدد من الإعلاميين أن يكون للأمر علاقة بمنشورات سابقة لمصطفايف على مواقع التواصل الاجتماعي